السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقتراح اليوم سلطة لأصحاب الريجيم وكذلك مغدية وصحية بزاف بزاف سلطة ديال الفقوس اللي اكتر من رائعة طبيعية مئة في المئة بدون اضافة هذا السلطة اي مواد حافظة هنا اخذت الفقوس اللي هو شابه ديال الخيار ومن الفاصلة ديال الخيار ولكن هذا الفقوس اللي غسلتم زيان بالماء والخل الابيض اللي كنعقم بيه وكذلك نشفته ومن بعد حيتلي اللب الوسطاني وقطعته قطاع اما تقطعه صغير او الا متوسط وكذلك ما طيشها اللي نقيته وحيتلي الزريعة الوسطانية ديالها احتى هي قطعتها بنفس طريقة كذلك الخص اللي غسلتم زيان بالماء حطوه شوية يرطاب في هادك الماء والخل باش كي يحيد من نواد اكتراب لي فيه وكذلك نشفته وقطعته وهنا هادي الماييس او لذرة اللي محضرها في الدار يعني ماشي اللي مشرية اللي فيها المواد الحافظة هادي محضرة في الدار هادي نخلي لكم الرابط ديالها فيديو كنت حطيتو سابقا في اول تعليق وكذلك في صندوق الوصف احتاجت شوية ديال زيت الزيتون والملح وشوية ديال الخل اللي بغا يضيف شوية ديال البزار والعاصير ديال الحامض خصوصا اللي بنات اللي ديال الرجيم اللي بغا يضيف العاصير الحامض رازوين بزيف ضيفه في السلاطات كذلك احتاجت هنا البيض الكمية اللي بغيتو وهذا هو الشكل ديالها مغدية طبيعية مئة في المئة بدون مواد حافظة تقدميها مع الوجبات ديالك لرئيسية او لا كوجبة رئيسية للاصحاب الضيت كنت من نهض لفيديوين الاعجاب ديالكم تجربوها ويلاعجباتكم بلايكاتكم بارتاجيوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء وغد نخليكم مع باقي وصفاتي اللي كينين على القناة بالصحة والراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة